السلام عليكم يا بنيات هل تعملين ايه؟ اليوم سأتحدث عن موضوع سريع جدا وبسيط جدا وهو المسكرة الكوبي والمسكرة الأصلية بتاعة إيسينس البينك هذه المسكرة من أشهر المسكرة على مستوى العالم مش بس مصري لأن إيسينس مارك عالمية هذه المسكرة المسكرة اللي البنات بيحبوها جدا حتى الميكوب آرتست العرب وكلهم بيحبوا هذه المسكرة خاصة للرموش السفلية لأنها بتفرق الرموش السفلية وتعملهم بطريقة حلوة جميلة جدا بالذات للرموش السفلية المهم ان انا شفت ريفيوهين ليوتيوبر بغض النظر عن أساميهم أو هم مين لأنهم ممكن يكون متحوك عليهم يمكن هم ما يعرفوش أو حاجة ان هم بمسكين المسكرة الكوبي بتاعت إيسينس بيقول عليها قد ايه هي جميلة وقد ايه هي فيها شعر ومش شعر وأصلا هي كوبي هي مش أصلية اللي معيهم وده بتعرف منين موضوع بقى المسكرة بتاعت إيسينس تعرف هي كوبي أو أصلي منين موضوع سهل جدا أول حاجة الفرشة يعني أنا عرفت أصلا ان اللي قدامي بيتكلم عن الكوبي لأن الفرشة مختلفة الفرشة بتاعت إيسينس الأصلية بتبقى عاملة كده أول حاجة هي سيليكون مش شعر وطويلة زي ما انتم شايفين شايفين طويلة ازاي طويلة وسيليكون فهي الشعر ولا حاجة شايفين عاملة ازاي فاللي أنا شفته هم مسكين نفس الشكل بالزبط بس الفرشة بتاعتها مختلفة تماما الفرشة بتاعتها مثلا قريبة من البراش بتاعت بتاعت نيرس شوية أو أرفع منها شوية من فرشة كبيرة طبعا دي مش فرشة إيسينس البينك خالص ده أول حاجة تاني حاجة إيسينس الأصلية ما بتجيش مغلفة يعني أصلا انت ما بتروح تشتري أي مسكرة من إيسينس المسكرة بتاعتها بتكونش مغلفة بتشتريها كده زي ما هي المسكرة الكوبي بتبقى مغلفة عليها أزاس كده وبيبقى اللون فاتح يأغمق من ده شوية يعني فيه سنة مختلفة في اللون ده شوية بس تبقى مغلفة وبعدين اللي انا اكتشفته او اعرفته بعد كده ان فيه من إيسينس اللي هي الكوبي نوعين يعني النوع زي ما بقول لكم مغلف كده من بره وفيه نوع تاني في علبة أنا شفته في محل آخر العنقود طبعا انا ما بشتريش مسكرة مش أصلية لان هذه نوعات التي انا استخدمها مش أصلية الصراحة فا مرضيش اشتريها بصراحة هقول لكم ليه لان التمن التي هي المغلفة اللي انا بقول لكم عليها التمنها 89 جنيه اه سوري 79 جنيه او 75 جنيه حاجة كده يعني حاجة اسبعين جنيه طب ما هي الأصلية يا جماعة الأصلية هي بتبقى عن نت بمية وعشرة او 120 وانا جبا من محال السوموتش ب90 جنيه ما فرقتش ات يعني ما فرقتش المبلغ اللي بينه بسيط قوي وهناك النوع الثاني وهي كوبي 40 جنيه في محلات اخر العنقود ولكن تبقى في علبة في علبة كرتون لونها ببينك وتتطلع منها المسكرة لونها ببينك من برا العلبة وهي 40 جنيه تبقى في اخر العنقود نفس المنظر من برا فأنا حبيت فقط أقول لكم الفرق بين المسكرة يا بنات الأصلية والمسكرة الكوبي لأنها ستجدتها تقريبا هي المسكرة الوحيدة التي تضرب في اسنس لأنها أشهر المسكرة على مستوى العالم فعشان كده أقول لكم تعرفوا كيفية الأصلية وليس من الأصلية وكما قلت لكم تبقى في سوموتش ب90 جنيه محل سوموتش طبعا أنا أكلمتكم عنه قبل كده سأشتري منه عشان بحب أسعار وبلاقوا عنده الحاجات اللي أنا أجبها ليس إعلان ولا حتى يدوني خصم ولا أي حاجة خالص فعشان أنت بس تبقى أعرفين فلما لقيت أصلا محل سوموتش يعني محل سوموتش ببيع الأصلية وبيبيع الكوبي اللي هي المغلفة اللي أنا أقول لكم عليها فحبت أعمل الفرق ده ولما روحت أخلى عقود لقيتها بشكل تاني يعني عشان بس للناس اللي بتقول أصلا الكوبي ما فيهوش درجات والكوبي هو كوبي يعني كوبي لا الكوبي فعلا فيه درجات بالدليل اهو أن الشكل مختلف والسعر مختلف وكل حاجة مختلفة فيا ريت تخلي بالكو أني ما يتضحكش وانت لو عايز تشتري الكوبي انت تروحي تشتريها بمزاجك لكن ما يتضحكش عليك فيها فاهمين قصدي ايه؟ فحبت أقول لكم الفرق يارب تكونوا استفدتوا يارب تكون الفيديو أفادكم بأي حاجة واشوفكم ان شاء الله بإذن الله الفيديو جاي ان شاء الله بإذن الله قريب باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة